بسم الله الرحمن الرحيم أولا طبعا كل سنوح لكم طيبين وبوجه التهنئة لفخامة الرئيس والشعب المصري طبعا بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو والنهار ده يمكن المؤتمر بنعمله في أول انعقاد للمجلس بتشكيله جديد في مدينة العالمين الحقيقة يمكن يعني في إطار أن احنا حريصين أن يبقى دايما هناك مؤتمر الزبوع علشان نرد على كل شواغل الرأي العام اللي موجودة يعني احنا يمكن الإسبوع ده طبعا يوم الخميس الماضي شهد يعني أن الحكومة حازت على ثقة مجلس النواب بعد جلسة يمكن استغرقت أقدر من خمس ساعات حصل فيها يعني منأشة يعني باستفادة كبيرة من أعضاء المجلس واللجنة اللي كانت مشكلة في هذا الأمر وانتهى الأمر الحمد لله بحصول الحكومة على ثقة البرلمان بالأغلبية وهنا يمكن الحقيقة أنا أحابب أن أؤكد يعني وأوجه الشكر لسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على يعني الحقيقة وكل أعضاء مجلس النواب على إعطاءهم الثقة للحكومة وأيضا ويمكن زي ما أنا قلت في البيان أو التعقيب بتاعي احنا بنشكر كل من أيد وأيضا باحترم رأي كل من عارض وتحفظ على البرنامج وأكدت وعدت أن احنا كل الملاحظات اللي أثيرت على برنامج الحكومة هنكون إن شاء الله هنستوفيها في خلال الفترة الجاية بحيث قبل ما يكون يعني موعد إنعقاد الدورة الجديدة للبرلمان هنكون استوفينا كل الملاحظات وحنقدمها في خلال القريب العاجل جدا في أثناء حتى الأجازة الخاصة بالمجلس هنقدم للمجلس كل ما تم يعني طلبه من برامج تفصيلية وخطة تنفيذية دقيقة يعني لهذا الموضوع وأيضا الأجنتة التشريعية وكل ده الحقيقة يمكن كان أول يعني نقاط حديثي مع مجلس الوزراء النهاردة في الاجتماع الإسبوعي طلبت من السادة الوزراء كلهم فيما يخصوا يقدم برنامج تفصيلي كامل لبرنامج الحكومة بخطة بتبقى إن شاء الله هتكون في متابعة إحنا تعهدنا إن بنقدم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب ولكن إحنا على مستوى مجلس الوزراء هيكون هناك متابعة شهرية للإنجازات اللي بتتم في كل وزارة علشان نبقى قادرين إن شاء الله على المتابعة بحيث لو حصل أي نوع من الانحراف نكون قادرين على يعني تعديله أو تصويبه بأسرع وقت ممكن فالحقيقة يمكن كان هناك تأكيد أيضا على التواجد في الجوالات الميدانية ومتابعة العمل الميداني من كل السادة الوزراء في خلال الفترة القادمة والاستمرار على هذا الموضوع يعني الموضوع مش يعني أنا قلته لهم كده ممكن تكون هناك حماسة يعني في الفترة الأولى وبالتالي أنا مش عايز إن أنا ألاقي من السادة الوزراء بعد كده إن الموضوع يعني فتر حماسهم وما بقاش فيه الزيارات الميدانية هذا الموضوع لازم يبقى جزء من أجندة العمل الإسبوعي لكل وزير إنه يبقى موجود فيه مواقع مختلفة للعمل علشان يبقى بيتابع بنفسه وما يبقاش فقط إنه هو بيتلقى تقارير عن إنجاز العمل وقلت لهم أنا طبعا يعني هيبقى إحنا كمجلس وزراء وأنا يعني دي يعني جزء من أورار دو أجندتي ببقى موجود وحضراتكم عارفين كل إسبوع بيبقى فيه عدد من الزيارات الميدانية وحنبدأها إن شاء الله اعتبارا من الإسبوع القادم إن شاء الله في خلال هذا الصدد دي النقطة اللي حبيت أبدأ بيها الحاجة التانية الحمد لله إحنا يمكن زي ما حرقكم تابعته بدءا من يوم 21 يوليو فعلا وقفنا خطة تخفيف الأحمال والحقيقة يمكن أنا بواجه الشكر لكل القائمين في وزارة الكهرباء ووزارة البترول على هذا الموضوع وعايز أقول لحضراتكم إن اللي بيتعمل الموضوع مش بسيط وأنا عايز أوجه كلام للمواطن مصري عشان يبقى عارف حجم الجهد اللي بيتعمل الموضوع مش فقط كمان موارد مالية لإن حجم الاستهلاك اللي إحنا أسن أو حصل في خلال اليومين اللي فاته فوق أي تصور كان ممكن يبقى موجود إحنا تجاوزنا 38 جيجا يعني وصلنا 38.5 جيجا إرقام حجم استهلاك فوق ما يمكن إن إحنا كنا ممكن نتخيله حيتقاله وإنتوا مش مخططين لهذا الموضوع لا إحنا كنا حطين الدراساتنا لكن محدش كان متخيل موجات الحر اللي موجودة النهاردة ودرجات الحرارة اللي بهذا الشكل ومتواصل على مدار مش بتقعد يوم ولا اتنين ده بنقعد إسبوع كامل بهذه الدرجات الحرارة فأرقام مخلية إن الموضوع إحنا في حالة طوارئ مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة وبالتالي بقى حجم استهلاكاتنا من مختلف أنواع الوقود إلى أقصى حجم ممكن أنا بتكلم هنا على غاز طبيعي بتكلم على مزوت وبتكلم على سولار ابتدينا ندخله أيضا عشان نؤمن توليد الطاقة للدولة المصرية كلها أرقام هائلة النهاردة الدولة المصرية مش إحنا كدولة مش بقول الحكومة إحنا كمصريين بنتحملها علشان نقدر إن إحنا نؤمن 24 ساعة بلا انقطاع طيب مع أول يوم أنا أذكر حضراتكم الإسبوع اللي فات أنا قلتلكم إحنا وقفنا خطة التخفيف ما بقاش في حاجة اسمها ساعتين ولا ثلاثة لكن وارد وقلت إن ممكن يحصل أزمة بسبب ظروف يحصل نتيجة لكده مشكلة في منطقة ما دي كانت حتحصل أو بتحصل قبل حتى ما نعمل خطة تخفيف أحمال كانت بتحصل في أوقات عادية وبتحصل في كل الدول مش عندنا بس إن ممكن تحصل مشكلة في منطقة معينة مولد أو محول كهربائي يعني يحصل في عطل فتحصل أزمة في منطقة معينة وده اللي حصل في أول يوم وعلى طول ابتدت الإثارة وإن الكلام ده الحكومة يعني هو بجد بدأوا التخفيف ولا لا إحنا قلنا هذا الكلام بمنتهى الشفافية ووارد إنها تحصل في خلال الفترة الجاية وعايز أقول لحضراتكم ده نتيجة للارتفاعات الرهيبة في درجات الحرارة عندنا بعض المحولات والحاجات بتبقى يعني بقالها فترة زمنية معينة فبالتالي عمرها أو تصميمها وقت ما اشتريناها إنها ما تتحملش هذه النوعية من درجات الحرارة العالية جدا فوارد إن ممكن يحصل فيها عطل طب إحنا بنعمل إيه؟ على طول بنتدخل كمجموعة أزمة ممكن العطل يستغرق ساعة اثنين تلاتة لكن في الآخر بنحلها فبس دي أنا بأكد فيها للمواطن المصري إن وارد تحصل في بعض المناطق هذه النوعية من الأعطال وبنتعامل معها زي أي عطل بيحصل في أي منطقة فدي أنا بأكد عليها لإن على طول ابتدى يحصل تشكيك في إن الدولة ملتزمة بهذا الكلام فأنا بس حبيت إن أنا أكد لهذا الموضوع لإن وارد إنها تحصل وتتكرر مع الارتفاعات الهائلة في درجات الحرارة يعني أنا عايز أقول لحضراتكم مع الحمل اللي موجود والأحمال اللي موجودة بعض الأسلاك والكابلات كانت بتنصهر من ارتفاعات والتشغيل الكبير ده مش معناها إن في خطأ أو أي حاجة هي ظروف استثنائية بتحصل نتيجة لكده إحنا على طول بنتعامل بيبقى عندنا إيه اللي بيحصل؟ عندنا أكتر من مصدر ممكن يغزي نفس المنطقة فبنتعامل ولو حصل حاجة أطعط ندخل من منطقة أخرى أو المنطقة البديلة أو إن إحنا بنتعامل مع العطل نتيجة لظروف يعني أزمة حصلت مفاجئة وبنحلها على طول فأنا حابب بس إن أنا أكت حنستمر في هذا الموضوع والحقيقة التنصيق على مدار اليوم ما بين الكهرباء والبترول في هذا الشأن والأهم طبعا مع السيد وزير المالية لإن إحنا بتدبر اعتمادات مالية كبيرة وأنا عايز أأكد لهذا الموضوع إحنا كدولة وقلنا إن إحنا هنلتزم على نهاية العام بحل المشكلة بصورة نهائية إن شاء الله وإن شاء الله نكون قادرين على هذا الموضوع ولكن تبعات هذا الموضوع وأنا أكدت عليها وقلتها قبل كده الدعم الكبير جدا أو الفرق الكبير والكلفة ده لا يمكن الدولة المصرية تتحمله عشان كده وقلناها أكتر من مرة إن إحنا بنتدرج بطريقة مخططة في زيادة أسعار بعد هذه الخدمات بصورة متدرجة ومتأنية علشان ما نحملش بصورة كبيرة جدا على المواطن وعشان ما نعملهاش مرة واحدة عشان كده يمكن لما طلعت وقلت إن إحنا حنتدرج في زيادات أسعار المنتجات البترولية حناخد سنة ونص علشان فقط أوصل لنقطة التوازن وقلناها بغاية نهاية ديسمبر 25 عشان نقدر نقول إن إحنا وصلنا لعملية التوازن في موضوع الدعم اللي يقدم للمنتجات البترولية ودي نقطة إحنا بناخدها بصريقة متدرجة عشان ما تأثرش في التضخم وعشان ما تسمعش بصورة كبيرة مع المواطن وتمثل عليه أعباء مالية لكن لازم إحنا كدولة لإن لا يمكن إن إحنا نتحمل إلى يعني إلى مالة نهاية حجم الهائل في فرق الدعم اللي كل مرة بيزيد كل سنة بيزيد أو كل فترة عمال يزيد نتيجة لحجم الاستهلاك الكبير اللي بيزيد والأسعار العالمية اللي بقت موجودة اللي عايزة أطمن حضراتكم عليه إحنا مش سكتين فقط عشان أعدي الصيف ولا عشان النهاردة إن أنا فقط أتكلم على الفترة القادمة لكن إحنا حطينا وحطينا حلول النهاردة وزارة الكهرباء ووزارة البترول إزاي يبقى على الصيف الجاي عندي احتياطيات كبيرة تؤمن الدولة المصرية ويمكن أنا تكلمت على هذا الموضوع من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة إزاي نزود كميات كبيرة في الشبكة خلال الفترة الجاية إزاي نعتمد على عملية منظومة الربط الإقليمي مع الدول العربية المختلفة عشان نقدر كلنا مع بعض نستفيد بمعنى إيه؟ إن أنا ممكن لما بزود ربتي مع الدول المجاورة ممكن في فترة معينة بيبقى عندي أنا مش هي دي ساعات الزروة هو بياخد مني كهرباء واجي بعديها في وقت الزروة بتاعي أنا أخد منه فيبقى بالتالي إحنا الاتنين بنساعد بعض هو دا الفكرة اللي إحنا بنشتغل عليها وإن إحنا بنسرع في عملية الربط الكهربائي مع كل الدول المحيطة بينا علشان نقدر إن إحنا نفيدهم وأيضا إحنا كمان نستفيد لإن دا بيفيدنا في تقليل الأحمال في وقت الزروة في خلال الفترة القادمة أنا عايز بس أقول لإن اللي الواحد شافه في خلال الأسبوع اللي فات يعني أنا كنت بقولها لحضراتكم بقى حجم تصارع الصدمات الخارجية والأحداث اللي كل شوية بتحصل فوق ما يعني حضراتكم يعني نبقى متخيلين يعني إحنا الحمد لله ربنا كرمنا في موضوع الكهرباء وقعدنا وإن شاء الله ربنا قدرنا وحنفضل ملتزمين به لكن إذا كنا ناخد بالنا في نفس الإسبوع يوم الجمعة حصلت المشكلة الكبيرة بتاعة التقنيات وإتدى يتقال إن فيه هجمة سبرانية عالمية غير مسبوقة وبعد ما الدنيا كلها قامت في العالم كله واضطرينا إن إحنا طبعا على طول كان في نفس اللحظة تفتح الأزمة وبتدينا نتابع الموضوع بعد كده تبين بما لا يدع مجال الشك إنه هو مشكلة تقنية فنية حصلت في تحديث برامج وحماية والكلام ده كله قدت إنه هو كان البرنامج مش معمول بطريقة سليمة من الشركة العالمية وراح موقع الكمبيترات وأجهزة حاجات كتيرة وأثر على الطيران وعلى البنوك وعلى كل ده في كل حتة في العالم النهاردة كان ده محور نقاش وكان لسه من يوم أو اتنين كنا عاملين اجتماع مبارح لهذا الموضوع ولكن النهاردة خدنا إجراءات وقرارات جوه مجلس الوزراء عشان تحسبا من لو لقدر الله في هجمات سبرانية أو لو حصلت مشكلة زي دي تانية حنتعامل معها زي أنا كل ده بقوله لإنه على طول بتطلع يعني بقى إحنا كل يوم يعني أنا يعني أنا بتكلم بمنتهى الأمانة والشفيفة معك كل يوم بنسحق مع مجموعة شائعات وحاجات بتطلع هدفها إنها تعطي انطباع سلبي للمواطن المصري وإحنا مطالبين على طول إن إحنا نتعامل ونطلع ونرد على هذا الموضوع زي ما طلع كده وتقال يعني الموضوع بتاع مصر اتشال من صندوق النقد الدولي والبرنامج والكلام ده كله وإحنا مش واخدين بالنا وإحنا بنطلع حاجة زي كده إزاي ممكن نضر بالوضع بتاع البلد اللي بيطلع هذه الكلام وبيعايز إنه يعني يقول أنا بعمل صدق بهذا الموضوع وهو مش واخد باله هو ما تحراش حتى الأول هو الكلام ده صح ولا لا مش واخد باله إنه ممكن ده يكون ليه تداعيات سلبية جدا على البلد في هذا الموضوع برضو تحركنا وتواصلنا وعملنا وطلعت البيانات اللي بتؤكد إن الملف بتاع مصر موجود وزي ما هو في البرنامج فوجئنا بعدها بيوم بإشاع سقوط طائرة مصرية معرفش فيه يعني حضركم كمصريين لازم ناخد بالنا فيه ناس قعدة يعني أنا آسف متفرغة ليه إزاي إن أنا أشيع حالة من الطاقة السلبية والإحباط في الدولة المصرية فلازم نبقى واخدين بالنا إن إحنا الأمور إزاي ماشية وإحنا كدولة يعني بنتعامل والحكومة بتطلع وبتتكلم بصورة عامة لكن إحنا كمان لازم نبقى واخدين بالنا من تدعيات اللي بيحصل إن كل يوم فيه غرض إن يعني يبقى فيه نوع من الأخبار يعني أنا آسف المغلوطة والسلبية اللي يعني تؤدي إن الناس تبقى يعني مهمومة وزعلانة إن فيه حاجة بتحصل وده جزء من اللي إحنا قلنا عليه حروب الجيل الرابع والخامس اللي بتحصل على مستوى العالم فلازم إن إحنا كلنا نبقى وعيين بهذا الأمر علشان نبقى عارفين قد إيه في الظروف اللي إحنا فيها واللي زي ما حضركم شايفين بدون يعني أتكلم في تفاصيل كل يوم في حتة في العالم بيحصل حاجة وتغيرات بتحصل وتدعياتها على العالم كله بما فيه مصر فعشان كده يعني أنا حابب إن إحنا لازم يبقى عندنا نوع من الثقة ما بين المواطن والدولة بأجهزتنا إن إحنا بقدر الإمكان بنحاول نتعامل مع مناخ يعني في حالة عدم يقين غير مسبوقة وإزاي إن إحنا بقدر جهدنا بنحاول إن إحنا نحل الأزمات اللي موجودة وإن شاء الله ربنا يقدرنا على هذا الموضوع ودايما حنكون حريصين من خلال هذا المؤتمر إن إحنا نرد على أي شيء يثار في هذا الأمر الشيء الجايد طبعا إن إحنا يمكن الإسبوع برضو الماضي كنا يعني عقدنا أول اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية والمجموعة عشان برضو أثير هذا الموضوع المجموعة التشكيل بتاع طبيعي التشكيل المجموعة هو اللي موجود بقاله يعني عشر سنين وأكتر يعني نفس التشكيل ولازم بيضم كل الوزرات وأيضا البنك المركزي لإحنا بنتكلم على الاقتصاد بتاع البلد كله وأي قضايا بيناقش فيها جوه مجلس المجموعة الاقتصادية بيبقى لازم فيها الشقين النقدي والمالي لما بنيجي نتكلم على موضوع يعني تدبير المنتجات البترولية ده لازم البنك المركزي يبقى معانا لإن الموضوع مش تدبير عملة محلية فقط ده تدبير عملة صعبة لما بنتكلم على منظومات وقرارات معينة لازم يبقى معانا البنك المركزي لإن ده كله بيؤدي أو بيؤثر على الاقتصاد بتاع الدولة المصرية لكن الشيء المهم جدا أعتقد وده رسالة مهمة لإنها أثيرت حتى وإحنا موجودين في البرلمان على موضوع الدين وأنا اتكلمت على هذا الموضوع بصورة واضحة جدا وقلت إحنا كدولة شغالين بجهد كبير جدا على السيطرة على الدين وتخفيض الدين أعتقد الأرقام اللي وظهرت والبنك المركزي أعلنها إن الدين الخارجي لمصر كان في ديسمبر 168 النهاردة بقى 153 وشوية يعني الحقيقة نزول كبير جدا أكتر من 14 و2 من 10 مليار دولار في 5 شهور الاحتياطي بتاعنا اللي زاد بصورة كبيرة جدا الأهم اللي ما نطلق عليه صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج ده كان ناقص 27 مليار بالسالب يعني معنى كده إن البنوك المصرية كانت في وقت ما من فترة كانت بالناقص النهاردة الحمد لله بفاقد أكتر من 10 مليار دولار ده جهد كبير جدا اتعمل في ضبط المنظومة اللي موجودة في الدولة وده جهد الحقيقة طبعا أنا بنتهز الفرصة وبوجه الشكر الزميلي أيضا محافظة البنك المركزي لكن الحمد لله ده كان جهد جماعي إحنا شغالين فيه كلنا على خلال الفترة اللي فاتت الحكومة مع البنك المركزي ومستمرين في تنفيذ هذا الموضوع عشان اللي احنا قلناه إن لازم ناخد مصار الدين سواء الدين المحلي أو الدين الخارجي للمصار النزولي وبالتالي إجراءات الترشيد اللي بتتعامل المشروعات اللي احنا بنعملها النهاردة تجازب الاستثمارات الخارجية وتشجيع التجازب الاستثمارات الخارجية اللي احنا بنقول إن احنا نستفيد من الأصول الغير مستغلة للدولة عشان نقدر نجيب فيها دولار نشجع القطاع الخاص أكتر إن هو يدخل في شراكات مع شركات عالمية ويجيبهم ويخليهم يوطنوا الصناعة هنا ده ما ورناش حاجة لغير هذا الموضوع علشان الدولة العملية إن شاء الله تنطلق بالانطلاقات الكبيرة اللي احنا اتكلمت فيها المرة اللي فاتت وحنفضل نتكلم فيها لإن ده شغلنا الشاغل كدولة في خلال الفترة القادمة الملف المهم واللي أنا الحقيقة بتكلم عليه موضوع برضو مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول احنا قاعدين شغالين عليه اجتماعت مع السيد وزير البترول وحطين خطة والحقيقة هو واحد من أكبر الشركاء اللي معانا شركة إني الإيطالية تم الاتفاق على يعني سداد الالتزامات اللي علينا كدولة ونتحرك في هذا الموضوع مع بقية الشركاء لإن كل اللي يهمنا كل ما حنقدر نجدول ونلتزم معاهم كل ما هما حيزيدوا من عمليات الإنتاج والاستكشاف في الفترة القادمة لإن كل شغلي مش فقط إن أنا أقلل من استخدام الموارد البترولية والكلام ده كدوا لكن لازم أزيد الإنتاج المحلي بتاعنا ونرجعه إلى أرقام أعلى من اللي كانت عليه فيما سابق أنا بس بأكد على هذه النقاط علشان إحنا هدفنا الفترة الجاية إن إحنا نشجع مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول وبالذات في الزيت الخام والغاز للفترة القادمة أنا عايز هنا بس أشرح لحضراتكم أيضا إحنا آخر ودي كانت آخر نوت عايز أتكلم فيها أنا اتكلمت على أزمة الدواء وقلت لحضراتكم إن إحنا شغالين على هذا الموضوع وإن شاء الله في خلال ثلاث شهور يعني حنقدر إن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة زي ما قدرنا الحمد لله ربنا كرمنا في موضوع الدولار وفي موضوع الكهرباء بنتحرك مع ذلك طبعا أنا عارف أثير برضو على مدار الفترة اللي فاتت ما هو فيه نقص وكلام ده كل وأنا قلت إن إحنا إن شاء الله فيه أدوية في خلال شهر حتبقى نقضي على عملية النقص الأدوية وحنبدأ بعدها الشهر اللي بعده حتدخل مجموعة تانية والشهر التالت حتدخل مجموعة تالت عشان نخلص هذه الأزمة لكن نتيجة لإن برضو أثير هذا الموضوع وكان ما صار كلام وتعليقات أنا تعمدت إن أنا أجيب الدكتور علي الغمراوي معي رئيس هيئة الدواء عشان يدينا كده في عجالة تفصيلا إيه اللي حيحصل في خلال الثلاث شهور الجاية في هذا القطاع عشان يبقى المواطن المصري مطمئن إلى إن إحنا إن شاء الله هنرجع تاني عملية الاتزان في سوق الدواء